والراجل ده الستريم برضو وضح لي ان اسمه ده ويكند عطلة نهاية الاسبوع وانه مصهور قوي ومحبوب قوي وانا طبعا عارفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في تريل رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو انكوت جيمز انكوت جيمز بقى بيحكي عن ايه بيقولك حاجة كده عاملة زي الساغة بتاعت نيويورك البطل بتاعنا صاحب محل مجوهرات بيشتغل مع اشهر الناس واغناهم لازم يلاقي طريقة عشان يدفع الديون بتاعه لما البضاعة بتاعته بتتاخد من اه الجولفرين بتاعته هابنستو بيه هي برضو واحدة البضاعة بتاعته تسرقت منها من الاخر يعني ودلوقتي هو فيه صباق علشان يستعيدها الاخراج لبيني سافدي وجوش سافدي الناس دول اسمهم بقى مهم جدا وكبير جدا فقط السنة اللي فاتت لما عملوا هذا الفيلم جود تايم مع روبرت باتنسن برضو من الافلام اللي كانت تحت الرادار تماما وفجأة اكتسب اهمية كبيرة جدا لان تقييماته مرتفعة وناس كتيرة شكروا فيه وانا عن نفسي نفسي اشوفه بس لغاية دلوقتي لسه ما شفتوش وعلى فكرة الفيلم ده اللي بيتم الاستناد لي دلوقتي للتأكيد على ان روبرت باتنسن بقى ممثل غير الممثل اللي احنا كنا نعرفه زمان وانه فعلا اختيار جيد لتكسيد شخصية باتمان بالعودة لمستر ادم سندلر في ادم سندلر يعتبر تكسيد حقيقي لمقولة صاحب اكبر او اطول رحلة من الافلام السيئة اللي في الدنيا وهو دايما بيعمل كده دايما يرزعك عشرة خمستاشر فيلم وحشين جدا وبعدين يروح خطك فيلمي خليك تقول يا جماعة الراجل ده علينا ما بيعرف يمثل الراجل ده والله كويس يعني بص معي حرتك قبل انكت جامس ده ده ويك اوف ده فيلم بيدحك هيف جدا بس حي بيدحك انا شخصيا عجبني ده رديكولز سيكس ده انا فيلم ما قدرتش اتفرج على ابعاد من 10 دقيق جوه تقريبا بيكسلز فيلم بشع ده قبلر فيلم بشع ٨ top 5 لأ طوب 5 الحقيقة كويس بس ما هوش من بطولة قدم سندلر بليند ده فيلم بشع جدا 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 جرونبز ده وحد حاجه ما كانش مفروبية تتععمل جاكن جيلد ده مهزلة seconds while sharing عشان الناس في الكرتون مش موجودين في فيلم ده فيلم مؤرف مؤرف اساسا just go with it نفس الموضوع grownups نفس الموضوع funny people في المحلو هتلاقي بقى كل شوية الموضوع ده عمال يلعب معنا اللعبة دي bedtime stories في المتعبان يضم اسود دازوهن في المتعبان rain over me في المحلو جدا click في الم نص نص the longest yard في الموحش تقليد اصلا ونقل بشع spanglish في المحلو لما نروح لpunch drunk love في المحلو جدا لما نروح فيه من تاني مهمة بالنسبة لي الحاجات الكوميديا القديمة بتاعته دي فيها حاجات انا شخصيا بحبها بصراحة يعني انا بحب the water boy بحب the wedding singer بحب بيلي مادسن بالنسبة لي فيلم ظريف زمان كان بيعرف يوازن ما بين الكوميديا اللي دمها خفيف والامور اللي سهل استقبالها والفيلم اللي ممكن يكون متماسك ومعادي ودمه خفيف فبيبقى الدنيا كويس مؤخرا الكوميديا بتاعته بقت سيئة معادة دويك اوف في رأيي الشخصي وبعدين وفي النص بقى ممكن يطلع لك بكل حبة كده فيلم غريب اصلا ممكن تلاقيه جد ومتماسك وكويس وكل حاجة في الدنيا اما بالنسبة للتريلر فكالعادة ما شفناهش ولا مرة هنشوفها مع بعض دلوقتي لأول مرة فيالله بينا اشتركوا في القناة سيشبه ها لديه 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 أخيتي سيكون سيدنا إليه إليه فورد 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 سوصف و تتف Visson فورد مارسوا لا مارسوا فورد على هب antibiotics تحمق يا بركز بالتعالي مologie تبعani لال اشخاص في الاسب 이해 كل تحصول vero اعج filling الون ج fourteen معه يا اعجب انAPP احد Is it too late? I'm done That means nothing You meant nothing Please Give me another shot You like to win right? This is no different than that Black Joe power, nigga This is my fucking way You think I'm stupid Howard? You and your whole fucking family I hear you resurface your fucking swimming pool You remember how that makes me feel Never resurface anything وقالت قلت بها أجلتك عن نفسك تحديث عن الوصول تحبب الى الانتحالة تعليق مجرد اشتركوا إلى الفتح يومي بشارك؟ نعم اشتركوا في القناة هذا هو مي this is how i went okay عجبني اقاع التريلر جدا 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 عجبني الوش اللي مرسوم لادام ساندلر بس مش حاسس ان التريلر عكست اللي الناس بتقوله عن الفيلم لان الناس بتقوله عن الفيلم هو انه هو رحلة لاهثة جدا وسباء مع الزمن والناس اللي اتفرجت كانت قاعدة على اطراف الكرسي بتاعها من اول الفيلم لنهايته فده مش معكوس في التريلر ولكن ده طبعا مش من قياس ابدا للحكم على اي حاجة ويمكن لما نتفرج عليها مرة تانية نشوف حاجة مختلفة ففي البداية عندنا استعراض لطريقة شغله وللولث بتاعه يعني احنا نتكلم على الشخصية مش بسيطة حتى المحلة او المعرض اللي احنا فيه ده وات مش حاجة سهلة عشان نفهم انه ده مش مجرد تجر مجوهرات وخلاص ده بيشتغل مع الناس الاغنية ونسطقل جدا وتوضيح سريع كده انه بتاع جامبلينج هو بتاع مراهنات فهو بياخد الفلوس بتاعت الشغل وبيجامبل بيها وبيراهن بيها يعني بيقامر بيها ده وش مش معتاد لأدم سندلر يعني الشكل بتفاصيله بالتعبير اللي على وشه بفكرة الوظيفة اللي تقدمت قبل ما نبص على وشه انه ادرى الفريملس فاشيخ لا انا انا ده وش جديد يا جماعة ده وش جديد حتى لما عمل جده قبل كده كان سازج شوية عبيد شوية اه عنده انجر ايشوز بس كان شكله كده سازج قريب قوي من ادم سندل الرحمة عارفينه الناس فهمتني يا جماعة ان ده لعب قرة سلة امريكي مشهور جدا اسمه حاجة جرنات نسيت اسمه ايه جرنات بصراحة بس انا عد علي اللي هو انزم انا انبهرت على اساس انه فعلا جاي بلعيب كرة سلة حقيقي بس انا كنتش عارف هو مين يا اها فهو بيراهن عليه يعني هو في المكالمة اللي كان عليها من شوية ديت كان بيراهن على الراجل ده على اداءه في مطش معين اوكي الدنيا بتاريت تتربط شوية يتهيقلي والراجل ده بيقوله ان الرهان او المقامرة اللي انت بتعملها ديت غبية وشخصيتنا بتقول انها مش موافقة فعلى ما يبدو العملية فيها اتفاق من تحت التحت لانه يعرف الشخص لانه بيشتري منه مجوهرات فالعملية فيها لعبة قزرة على ما يبدو محاولة التربيت في حد ذاتها بتخلي الموضوع مطير للاهتمام اكتر واكتر ممثل صاعد بقوة الساروخ علمه على الكلمتين دول الراجل ده رايح في حتة عظيمة ودلوقتي بتعرض لمشكلة على بعدين اولا مشكلة مع الناس اللي بيقامر معهم انه عليه فلوس عاوز يدفعهم وعلى ما عاوز يدفعها وعلى ما يبدو السيدة صديقته ديت مسكته وهو بيخون اهو ده هو وهو بيخون يا جماعة لو كانتوا ما خدتوش بالكوين ارزع الموضوع بيخش في العنف الناس كلها عملة تسأل في المنتج اللي سبق اللقطة دي الفلوس فين هو عليه فلوس وعليه فلوس لناس خطر وبيتعرض لمشاكل كبيرة دي ايدينا منزل بتاعت فروزن يا رجالة واحنا فاكر انها طيبة طلعت مفترسة اتفرج على الالوان يا رايس اتفرج على الالوان يا استاذ اتفرج على الالوان يا استاذة خطورة بجد بقى وتهديد بالقتل وحاجات زي كده عنف متبادل عجبني الكلام ده قوي اللقطة دي عبقرية اللقطة دي عظيمة عجبتني ولافت اتنظري اول مرة لما شفت التريلر جدا العملية دلوقتي وصلت لدرجة الخطورة المباشرة على عيلته فيها حنين للفيلم اللي شهر ده اللي هو جود تايم اللي اسم الكلمين عندي دي دي دا شخص بينفجر انا عاوز اتفرج على الفيلم كله عشان اوصل لدي زي ما بنقول هو فيه لعبة قزرة من تحت لتحت بالتمة بين الكنين ومن الواضح ان هي اللي وديته في دهيا المشاهدة التانية قلبت التريلر من حال لحال او محاولة فهم او الانتباه للتفاصيل يعني فكرة انك تتفرج على التريلر دي وانت بتعدي عليها زي ما كنا بنعمل اول مرة رغم ان يكون تمركز بس لأ الانتباه والتوقف وسامع كل كلمة والبوز وربط الحاجات ببعضها يعني لو الفيلم هيبقى ربع ده فانا اشتريت تماما لا انا انبسطت جدا باللي احنا شوفناه ده يا جدعان وفكرة ان هو فيلم سينما فيلم حيتعرض في السينما طبعا مش عندنا انا المظنش ان هو حيتعرض عندنا لو تعرض عندنا حتفاجئ جدا في 25 ديسمبر ما هواش فيلم منصات ما هواش فيلم اتش بي او ما هواش فيلم معرفش ابل ما هواش فيلم نادفل رفع نسبة الترقب عندي ليه عشرة من عشرة بكل تأكيد انا انا سخنت بصراح انا انبسط وكالعادة ده رأيي وانطباعي ونسبة ترقبي اللي اهم منهم رأيكم وانطباعاتكم ونسب ترقبكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجريكم الحلقات اول باول وطابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبودجو وباز وبي باي